اهلا وسهلا بكم في برنامج explain مجموعة من برامج التفقيف الصحي التي يقدمها محهد التفقيف الصحي الرائد في تعزيز الصحة التفاعلي يحوي هذا الفيديو معلومات طبية عامة لا تقوم مقام المشورة الطبية من طبيبك او من مقدم الرعاية الصحية اذا كانت لديك اثئلة تتعلق بحالتك الصحية فيجب عليك مراجعة الطبيب او مقدم الرعاية الصحية تغذية المسنين مقدمة من المهم التصرف بذكاء عند اختيار ما يمكن اكله مع التقدم بالعمر حيث تظهر الدراسات ان النظام الغذائي الجيد يقلل خطورة الاصابة بتخلخل العظم وارتفاع ضغط الدم وامراض القلب وسرطانات معينة يناقش هذا البرنامج تغذية المسنين كما يشرح كيف تؤثر الشيخوخة في التغذية وكيف يمكن الوقاية من سوء التغذية يطباط الاستقلاب او الايض في كل سنة بعد سن الاربعين حتى لو اكل الشخص الكمية نفسها التي كان يأكلها حين كان اصغر عمرا من المرجح ان يزداد وزنه لانه صار يحرق سعرات الحرارية اقل كما انه قد يصبح اقل نشاطا من الناحية الجسمية كم عدد السعرات الحرارية التي يحتاج اليها المسنون ان المرأة فوق عمر الخمسين التي تكون غير نشيطة جسديا تحتاج الى حوالي 1600 سعرة الحرارية كل يوم نشيطة جسديا الى حد ما تحتاج الى حوالي 1800 سعرة حرارية كل يوم نشيطة جدا تحتاج الى حوالي 2000 سعرة حرارية كل يوم ان الرجل فوق عمر الخمسين الذي يكون غير نشيط جسديا يحتاج الى حوالي 2000 سعرة حرارية كل يوم نشيطا جسديا الى حد ما يحتاج الى حوالي 1200 الى 2400 سعرة حرارية كل يوم نشيطا جدا يحتاج الى حوالي 2400 الى 2800 سعرة حرارية كل يوم تصبح حاستاء التذوق والشم اقل قوة مع التقدم بالعمر يميل المسنون لان يصبح اقل احساسا تجاه المذاق المالح والمر في البداية وقد يشعرون بالحاجة لتمليح طعامهم اكثر مما كانوا في السابق رغم ان المسنين يحتاجون الى ملح اقل من الاصغري عمرا ويميل المسنون للاحتفاظ بمقدرتهم على تضوخ النكهات الحلوة لفترة اطول وهذا يؤدي لان يقوم بعض الناس باكل اطعمة حلوة اكثر من اللازم يمكن لبعض الادوية التي تعطى بموجب وسط طبية ولبعض المشاكل الصحية ان تؤثر في الشهية كما يمكن ان تؤثر ادوية معينة في التذوق مما يفسح المجال امام المسنين لاضافة ملح او سكر زيادة على اللزوم الى اطعمتهم ينتج المسنون لعابا وحمضا معديا اقل لان جهازهم الهضمي يتباطأ وهذا يجعل مهمة الجسم في معالجة فيتامينات ومعادن معينة مثل بي 12 و بي 6 وحمض الفوليك اصعب من قبل وهذه الفيتامينات والمعادن ضرورية للمحافظة على تيوقظ الذهن وقوة الذاكرة ودوران دموي جيد قد لا يعرف المسن الذي اصبح ارملا مؤخرا كيف يطبخ او قد لا يحب ان يقوم بالطبخ لشخص واحد وقد يكون لدى الاشخاص ذوي الدخل المحدود صعوبة في تأمين البقالة لا سيما اذا كان يتناول ادوية باهضة الثمن كما قد تؤثر الوحدة والاكتئاب في النظام الغذائي كما قد يؤدي الاكتئاب عند بعض المسنين لتوقفهم عن الاكل بينما قد يحث اخرين على الافراط في الاكل ولذلك يجب على المسن اذا اعتقد ان المشاكل الانفعالية تؤثر على نظامه الغذائي التكلم مع مقدم الرعاية الصحية او مع معالج نفسي يساعد الاكل الصحي البالغين المسنين بطرق متعددة فهو يستطيع ان يزيد التركيز الذهني يعزز مقدرة الجسم على مقاومة العلل والامراض يرفع مستويات الطاقة يساعد الجسم على التعافي بشكل اثرع يروض المشاكل الصحية المزمنة تحافظ التغذية الجيدة على قوة العضلات والعظام والاعضاء وباقي اجزاء الجسم يقلل النظام الغذائي المناسب مخاطر كل من امراض القلب السكتة الدماغية داي الزهايمر ارتفاع ضغط الدم السكري فقد العظم السرطان فقد الدم كما يشكل الاكل الجيد مع التقدم بالعمر عنصرا اساسيا في ايجاد النظرة الايجابية والتوازن العاطفي ويعني الاكل المناسب ايضا تناول صعرات الحرارية اقل للحفاظ على وذن صحي يؤمن الطعام الطاقة والمواد الغذائية التي يحتاجها الشخص ليحافظ على عافيته وتشمل المواد الغذائية الفوتينات والكربوهايدرات والدهون والفيتامينات والمعادن والماء يحتاج الانسان لطاقة اقل مع تقدمه بالعمر لكنه يظل بحاجة للكثير من المواد الغذائية الموجودة في الطعام برعاية محهد تثقيف المرضى www.patient-education.com اكثر من خمسة الاف من مقاطع الفيديو والبرامج التفاعلية سوء التغذية سوء التغذية مسألة صحية جدية عند المسنين وهي حالة تحدث بسبب عدم الحصول على سعرات حرارية كافية أو عدم الحصول على الكمية المناسبة من المواد الغذائية الرئيسية قد يحدث سوء التغذية عندما يكون هناك نقص في المواد الغذائية في النظام الغذائي وقد يحدث عندما لا يستطيع الجسم أن يمتص المواد الغذائية من الطعام يكون الكثير من البالغين المسنين تحت خطورة الإصابة بسوء التغذية قد يؤدي سوء التغذية عند البالغين المسنين إلى سوء الصحة وتجتمل المشاكل الحاصلة بسبب سوء التغذية على ضعف الجهاز المناعي ويزيد ذلك خطورة الإصابة بالعدوى بطء التئام الجروح ضعف عضلي وقد يؤدي ذلك للوقوع والكسور ضعف الشهية وهذا وحده يجعل المشكلة تدذهور يكون المسنون المعتلون بشكل جدي تحت أكبر خطورة للإصابة بمشاكل صحية بسبب سوء التغذية وقد يؤدي المكوث الطويل في أحد مرافق الرعاية الصحية إلى فقد الشهية أو إلى مشاكل تغذوية أخرى يحدث سوء التغذية غالبا بسبب مجموعة من مسائل جسدية واجتماعية ونفسية يكون لدى البالغين غالبا مسائل صحية يمكن أن تؤدي إلى نقص الشهية أو مشاكل في الأكل وتتضمن تلك المسائل مرض مزمن استخدام أدوية معينة صعوبة في البلع أو انتصاص المواد الغذائية مشاكل في المضغي بسبب مشاكل سنية قد تساعد القيود الغذائية مثل تحديد الملح أو الدهن أو البروتين أو السكر في تدبير حالات طبية معينة إلا أن تلك القيود قد تتسبب أيضا بأن لا يأكل الشخص بما فيه الكفاية أو أن لا يأخذ كفايته من المواد الغذائية قد يؤثر طعاطي الكحول في هضم المواد الغذائية بحيث أن الاستفادة من المواد الغذائية تقل أكثر كلما طعاط الشخص الكحول كيف تجري الوقاية من سوء التغذية يحتاج الشخص ليحصل على المواد الغذائية إلى اختيار طيف المتنوع من الأطعمة الصحية تجنب السعرات الحرارية عديمة الجدوى انتقاء أطعمة مرخفضة الدهون المشبعة والمتحولة يجب مراقبة تغيرات الوزن ويجب مراقبة الوزن في المنزل قد يتسبب سوء التغذية أيضا بسوء التآم الجروح وسهولة التكدم وبمشاكل سنية يجب الاتصال بمقدم الرعاية الصحية في حال الشكوى من أي من تلك الأعراض في حال نقص أو زيادة الوزن يجب التنصيق مع مقدم الرعاية الصحية من أجل اكتشاف وتوجيه أي عوامل مشاركة ينبغي طلب التحري عن مشاكل التغذية للوقاية من سوء التغذية يجب أكل أطعمة كاملة المواد الغذائية يمكن أكل الفواكه الكاملة بدل عصائرها للحصول على المزيد من الألياف والفيتامينات يجب الحصول على 1.5 إلى 2 حصة فواكه يوميا يجب اختيار الخضار ذات الأوراق الداكنة والغنية بمضادات الأكسدة مثل الكرنب والسبانخ والبراكلي بالإضافة للخضار البرتقالية والصفراء اللون مثل الجزر والقرع والبطاطا الحلوة يجب أن يأكل المسنون من 2 إلى 2.5 كوب من الخضار كل يوم يحتاج الشخص كي يحافظ على سلامة عظامه مع التقدم بالعمر إلى الحصول على ما يكفي من الكالسيوم الكالسيوم ضروري للوقاية من تخلخ العظم والكثور العظمية ويحتاج المسنون 1000 إلى 1200 ميلي جرام من الكالسيوم يوميا من خلال حصص الحليب واللبن والجبن وتشتمل مصادر الكالسيوم من غير مشتقات الألبان على التوفو والبراكلي واللوز والكرنب وبما يتعلق بالكربوهيدرات يجب اختيار الحبوب الكاملة بدل الطحين الأبيض المعالج فالحبوب الكاملة فيها مواد غذائية وألياف أكثر يحتاج المسنون إلى 170 إلى 200 جرام من الحبوب يوميا وكمية 30 جرام تعادل شريحة خبز واحدة عادة يطلق على الفروتينات عادة اسم الوحدات البنائية للجسم وهي تستخدم لبناء وترميم الأنسجة وتساعد على محاربة العدوى ويستخدم الجسم الفروتينات الفائض لتوليد الطاقة مصادر الفروتينات الجيدة هي الأضعمة البحرية اللحوم الخالية من الدهون والدجاج البيض الفول والبازلاء منتجات الصوية المكسرات والبذور غير المملحة كما توجد الفروتينات في مشتقات الألبان وتميل الفروتينات المستمدة من مصادر نباتية لأن تكون محتوياتها من الدهون المشبعة أقل يكون المسنون تحت خطورة الإصابة بالتشفاف قد يتسبب التشفاف بعدوى في السبيل البولي وإمساك وحتى بالتخليط تخسر أجسامنا بعض قدرتها على الاحتفاظ بمستويات السوائل الطبيعية مع التقدم بالعمر كما نصبح أقل عطشاً مع التقدم بالعمر ويجب للوقاية من التشفاف شرب الماء كل ساعة ومع الوجبات إذا شكلت خسارة حاستي التذوق والشم مشكلة فيمكن تجربة التوابل يمكن استخدام الأحشاب والبخارات والزيوت الصحية مثل زيت الزيتون بهدف تتبيل الأطعمة بدل استخدام الملح وبدل استخدام السكر يمكن محاولة إضافة الحلاوة للوجبات باستخدام أطعمة حلوة طبيعياً مثل الفواكه والفلفل والبطاطا الحلوة يجب أكل وجبات خفيفة بين الوجبات فيمكن لقطعة فاكهة أو جبنة أو ملعقة زبدة الفول السوداني أو بعض عصير الفاكهة أن تؤمن المواد الغذائية والسعرات الحرارية يجب عدم إهمال الوجبات فهذا سيتسبب بأن يطباطى الاستقلاب مما قد يتسبب بالشعور بالتعب وفقد التركيز الذهني يجب التحدث مع مقدم الرعاية الصحية حول كيفية تأثير الأدوية المتناولة في التغذية تؤثر الكثير من الأدوية في الشهية والهضم وامتصاص المواد الغذائية ويمكن التحدث مع طبيب الأثنان في حال وضع طقم أثنان للتأكد من ملاءمته ويمكن جعل المضغي أسهل بشرب عصائر مصنوعة من فواكه طازجة واللبن ومصاحيق الفروتينات كما يمكن أكل خضروات مطبوخة بالبخاري وأطعمة طرية مثل الرزي واللبن يجب ممارسة التمارين يوميا وحتى التمارين الخفيفة يمكن أن تساعد على الإحساس بالجوع وتقوية العظام والعضلات في حال التسوق في المتجر ضمن ميزانية محددة فيمكن التحقق من لوائح الأسعار يمكن اختيار مركات تجارية أرخص ثمنا واخترح تقاس تكلفة بضاعة أو وجبات بسعر الجملة على أحد جيرانك أو اصدقائق ويمكن قصد مطاعم تقدم تخفيضات للبالغين المسنين قد يكون تناول الطعام مع الآخرين بمثل أهمية إضافة الفيتامينات إلى النظام الغذائي فالبيئة الاجتماعية تساعد على الاستمتاع بالوجبات وعند الاستمتاع بأوقات الوجبات فمن الأرجح أن يأكل الشخص أكثر خذ مواعيد لتشارك الغداء أو العشاء مع الأحفاد وأبناء الأخوة وأبناء الأخوات والأصدقاء والجيران تؤمن مراكز الرعاية النهارية للبالغين الرفقة والوجبات الغذائية لمسنين المنعزلين والوحيدين أو غير القادرين على تحضير وجباتهم ويمكن عند الضرورة توظيف مساعد صحي منزلي ليقوم بالتسوق من المتجر أو ليحضر الوجبات يمكن الاكتشاف وعلاج المسائل التغذوية باكرا أن يساعد على تعزيز الصحة الجيدة كما سيساعد على العيش باستقلالية لفترة أطول ويرفع مأمول الحياة عند الشخص إذا أعجبك هذا الفيديو الرجاء الإعجاب والمشاركة لمشاهدة فيديوهات مشابهة يرجى الاشتراك في القناة الخلاصة سوء التغذية مسألة صحية جدية عند المسنين يحدث سوء التغذية غالبا بسبب مجموعة من مسائل جسدية واجتماعية ونفسية يكون لدى البالغين غالبا مسائل صحية يمكن أن تؤدي إلى نقص الشهية أو مشاكل في الأكل وتتضمن تلك المسائل مرض مزمن استخدام أدوية معينة صعوبة في البلع أو امتصاص المواد الغذائية مشاكل في المضغ بسبب مشاكل سنية من المهم التصرف بذكاء عند اختيار ما يمكن أكله مع التقدم بالعمر حيث تظهر الدراسات أن النظام الغذائي الجيد يقلل خطورة الإصابة بتخلخل العظم وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب وسرطانات معينة يساعد الأكل الصحي البالغين المسنين بطرق متعددة فهو يستطيع أن يزيد التركيز الذهني يعزز مقدرة الجسم على مقاومة العلل والأمراض يرفع مستويات الطاقة يساعد الجسم على التعافي بشكل أسرع يروض المشاكل الصحية المزمنة يمكن للحصول على المواد الغذائية الضرورية اختيار طيف متنوع من الأطعمة الصحية يجب تجنب السعرات الحرارية عديمة الجدوى واختيار أطعمة مرخفضة الدهون المشبعة والدهون المتحولة يمكن الاكتشاف وعلاج المسائل التغذوية باكرا أن يساعد على تعزيز الصحة الجيدة كما سيساعد على العيش باستقلالية لفترة أطول ويرفع مأمول الحياة عند الشخص شكرا لاستخدامكم برنامج اكس بلين